حالة من الجدل أثارها الاتفاق الأمني الأخير بين حكومة الوفاق وتركيا دفع مجلس النواد بضم ومنظمات المجتمعية مطالبة بسحل اعتراف الدولي منها وبطلان أي اتفاقية دولية تبرمها المطالبون بسحل اعتراف من حكومة الوفاق اعتمدوا على مخالفات لرئيس الحكومة فايز السراج لبنود اتفاق السخيرات المبرم في ديسمبر 2015 تحت رعاية الامم المتحدة ومنها الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الاتفاق السياسي التي تنص بشكل واضح على ان مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني هي عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس نواب طبرق مع امكانية تجديد الولاية تلقائيا لعام واحد فقط فيما اكملت حكومة الوفاق عام الرابع وبحسب نص المادة الثالثة من اتفاق السخيرات فانه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء تقديم قائمة متوافق عليها باعضاء حكومة الوفاق لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة وهو ما لم يحدث حتى الان اما المادة الثامنة من الاتفاق فتتضمن من بين بنودها عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على ان تتم مصادقتها من مجلس النواب كما تنص الاتفاقية في المبادئ الحاكمة للاتفاق على الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والطرابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية الليبية وهو ما لم يلتزم به السراج بحسب المراقبين بل تعدى صلاحياته المكتسبة من اتفاق السخيرات ووقع اتفاقيات لم تحظى باجماع المجلس الرئاسي وتصرف منفردا خاصة فيما يتعلق بجلب قوات اجنبية الى ليبيا على سرحان العربية